مع ارتفاع درجات الحرارة بتزيد خطر التعرض للجلطات والأزمات الصحية خاصة طبعا لدى أصحاب الأمراض المزمنة زي مرضى الشرايين التاجية وناس اللي عندهم مشاكل في عضلة القلب ومرضى السكر ومرضى الكلا وكبار السن هايزين نعرف تفاصيل أكتر إزاي كمان نحمي نفسنا من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة هنعرف كل هذه التفاصيل من الدكتور علاء الغمروي استشاري القلب والأوعية الدموية اللي من ورنا صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير أستاذ بحمد أهلا بحضرتك هل ارتفاع درجات الحرارة ممكن يرفع معدل الإصابة بالجلطات طبعا تعال ان ايه الأول نشوف لما ارتفاع درجات الحرارة بتعمل ايه مع صحة الإنسان كل ما يبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة كل ما ممكن يزيد هنا عدد ضربات القلب كويس ممكن بتأثر على ضغط الدم ممكن بيزيد التوتر هنا مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن بتصل إلى ان يحصل فيه حتى في المكون الحرارة عالية جدا ان يحصل فيه ضربة شمس حتى في الأماكن اللي فيها ضل فهنا طبعا زي ما حضرتك قلت ان المرضى القلب بالذات او الذين يعانون من امراض مزمنة سواء مرضى السكر او ضغط الدم او مرضى الكلة كل دول المفروض لهم احتياطات معينة خصوصا في جو في شهور الصيف بالذات طيب ايه الاعراض اللي يعني لو الانسان حس بيها مع ارتفاع درجات الحرارة يعرف ان هم حتاك دلوقتي يتجه لدكتور يعني القلب يعني هل مثلا ارتفاع عرق شديد ارتفاع في درجة حرارة الجسم عياء ايه بقى بص حضرتك بعيدا حتى عن درجات الحرارة احنا اي اي انسان بيعاني من دق في النفس او حتى قلم في السدر متكرر حتى ولو كان بسيط عياء هبوط في اي وقت غسيان كل دي حاجات بتقول والله يتجه للطبيب هنا المفروض ان احنا يعني نتبع نظام ان احنا يبقى فيه كشف دوري حاجات بسيطة جدا جدا نعرفها ان احنا نقيس ضغطنا على الاقل ونتطمن على دي ارقام معينة لازم الضغط بتاعنا يبقى الضغط النموذجي اللي هو حوالين 120 تمين مثلا لازم نتطمن على تحليل للسكر ودي حاجة بسيطة جدا وجاز المبادرات في وزارة الصحة الرئاسية كانت بتعتم بهذا الموضوع برضو ان احنا نتطمن على رقم تاني الكوليسترول جايز احنا بعاد عن الموضوع ده عن نظر ان ارتفاع الكوليسترول ما ورهوش اعراض بيعتبر لسه لكن هو من عوامل الخطورة الارقام دي مهمة جدا جدا الحفاظ على الوزن نفسه برضو ان احنا نشوف وزننا شكله ايه ونشوف هو ماشي فعلا مع ان ينتج منه صحة افضل للانسان ولا لا التوتر نفسه كل دي اسباب بتوصلنا الى مشاكل في صحة الانسان وفي القلب بالذات في حاجات برضو يعني احنا دلوقتي في شهور الصيف لازم برضو نتطمن عليها ان احنا ننام على الاقل من 6 ل 8 ساعات احنا اللي عايزين ننام اقل من كده ولا اكتر من كده لان منظمة الصحة العالمية اوسط بهذا الموضوع والدراسات بتؤكد ان اقل من 6 ساعات او اكتر من 8 ساعات ده خطر على القلب ان احنا من اكتر من 8 ساعات خطر على القلب خطر على القلب فينا اتنشر ساعة سواء اقل لا اللي بينام اكتر من كده ده خطر لابد نرجع للايام الزمن الجميلة ان احنا ننام بدري ونصحى بدري لان من بوص الساعة البيولوجية بتاعت الانسان الحاجة المهمة جدا جدا ان احنا في فصل الصيف لابد ان احنا يعني نوصي بشوية ان احنا نزود شرب الماء يعني اقل 2 لتر يوميا احنا نزلين مثلا في مشوار خصوصا كبار السن او الاطفال ان احنا نبعد عن يعني الوقت اللي فيه درجة حرارة عالية الحمد لله دلوقتي احنا يوميا بنبقى عارفين درجات الحرارة طول اليوم صباحا ومساءا وفي وقت الظهيرة نتجنب الخروج في هذه الساعات بالذات لان زي ما قلنا كده ان لها خطر مباشر على صحة الانسان على صحة القلب وفيه خطر غير مباشر برضو المهمة كل دي مجتمعة تعالي برضو احنا في الصيف ان احنا منظمة الصحة العالمية اوسط ان احنا ما نزودش في الملح اكتر من 5 جرام يوميا احنا شعب بنحب الملح شوية ومنحب المخللات وده خطر على صحة الانسان لانه وجدوا ان اكتر من 5 جرام ملح قد يؤثر على 14% من عضلة القلب نفسها وده بتأثير سلبي يبقى ملح ودرجات حرارة مرتفعة فده بيؤثر على عضلات القلب كل ده كل ده مجتمع طيب نفرض ان احنا نويين ننزل فعلا ومشوار ضروري فليكن في الصباح الباكر يعني ممكن مثلا من 7-8 الصبح اذا كان فيه امر ضروري طيب لو نزلنا لابد ان احنا قبل ما ننزل نشرب مية بقدر كافي يبقى معانا برضو زازة مية تبقى معانا في الطريق يبقى معانا منديل ممكن ان انا اقبله بالمية واحطه على الرقبة لو حصل فيه لان فيه تبريد ذاتي في الجسم دي قدرة الخالق ان بيحصل هذا الموضوع لكن في تقدم السن هذا التبريد اللي بيحصل لنا مع الشخص الطبيعي بيكون فيه خلل مع كبار السن او المرضى اللي عندهم امراض مزمنة اذا هنا انا بنوصي طب نزلنا يبقى لازم نلبس ملابس تكون قطنية مثلا نلبس ان تكون فتحة بيضاء على اساس ان هي تعكس الشمس ومتحصلش امتصاص لها ان احنا اول ما نرجع برضو نشرب مية نقعد في مكان يكون فيه درجة حرارة كويسة فيه تكييف او مروحة طبعا تكييف يكون افضل اذا كان متوفر ان احنا ممكن برضو يعني نقطر من المشروبات اللي هي الفريش التازجة على اساس ان احنا ما نوصلش لمشاكل في القلب او في ضغط الدم طيب البعض بيقول ان صرب المية السقعة بتلج خطر طبعا خطر جدا جدا وخصوصا لما بيكون راجع من درجة حرارة عالية ودي تجايز فيه طفلة من كم سنة كده تعرضت لان هي كانت جايب من جو حر جدا وشربت مية ساعة فحصل صادن ديس او وفاة مفاجئة لان دي بتبقى خطر على عضلة القلب وخطر على كهربة القلب نفسها فطبعا ننصح ان احنا منقين لابد تكون المية فاسعة نعمش الشوك ده اه ده طبعا خطر على صحة القلب هذا التصرف دكتور تأثير تفعى درجات الحرارة على معدل سيولة الدم هل هو بيؤدي الى لقدر الله سيولة زايدة فممكن يحصل نزيف لهذا الشخص ولا جلطات لا طبعا هو بص حضرتك تعال نشوف الموضوع ازاي احنا نزلنا في الحر بيحصل عرق زيادة طبعا ده بيؤدي الى الجفاب طبعا الكلام ده كله بيؤدي الى حدوث جلطات هنا برضو بنوصي الجماعة خصوصا اللي هما بياخدوا ادوية وخصوصا مؤدرات البول ادوية السيولة دي قصة تانية ان انا باخدها ومش كل الناس بتاخد ادوية السيولة ممكن مرضى اللي عاملين عمليات قلب مفتوح استبدال صمامات او مشاكل في الشارعين التاجية ليهم ادوية معينة عشان خاطر الحفاظ على سيولة الدم برضو هنا برضو احنا نسينا نتكلم في حاجة مهمة جدا التدخين نفسه سواء كان تدخين ايجابي او سلبي ده مشكلة كبيرة جدا احنا عندنا 31 مايو كان اليوم العالمي لمكافحة التدخين فالتدخين ده خطر على القلب خطر على صحة حتى السيدة الحامل على صحة الجنين قد ينتج عنه نعم احنا عارفين انه صعب قوي انه ست حامل تدخن او حتى تبقى عادة في مكان فيه تدخين صعب انها تدخن لكن الاصعب ان جوزها قاعد جنبها يدخن ودي بنشوفها دلوقتي حضرتك في المجتمع نلاقوا ان التدخين ده حضرتك خطر كبير جدا جدا على ان ممكن يحدث ان ميلاد طفل بقلب فيه عيب خلقي في القلب مش بس كده ده هم واجدوا حتى ان استخدام الموبايل نفسه للمرأة الحامل على فكرة بيؤدي الى ميلاد طفل بقلب برضه عيب خلقي فاذا الحاجات دي كلها الوجبات الغذائية الغير سليمة لا بدك ايضا اوسط منظمة الصحة العالمية ان احنا لازم نمشي كل يوم 30 ديئة 30 ديئة ديات لها تأثير مهم جدا جدا على على صحة الانسان على نفسيته على ضغط دمه على تنظيم الكولستوريت بتاعه وانه ويصل للمعدلات المعقولة كل الحاجات دي مجتمعة مهمة جدا جدا مع الغذاء السليم مع الحفاظ على الوزن خصوصا المرضى اللي بيعانوا من السمنة دي وكلها مجتمعة بتؤدي فعلا الى الوصول لصحة افضل وقلب سليم ان شاء الله طيب وحضرتك بتتكلم عن الاطعمة والاغذية ايه من وجهة نظر حضرتك الاطعمة اللي مفروض نكتر منها فصل الصيف احنا اولا مفروض نرجع برضو لأيام الزمن الجميل كده ان احنا اتجهنا دلوقتي الوجبات الايه السريعة يعني الديليفري والحاجات اللي فيها كوليسترول زيادة دي خطر كبير جدا جدا على صحة الانسان لابد ان احنا نهتم بالخضروات نهتم بالفواكه خصوصا لو عبينا نعمل عصير يبقى يريد نبعد عن العصير اللي هي اللي فيها مواد حفظة نرجع للحاجات الفريش كويس كل ديت لها يعني مردود ايجابي على صحة الانسان طيب الرياضيين بقى يا دكتور اللي بينزلوا يعملوا رياضة في الجو الحار وبيبقوا في الجيم يعني بيبقى معظم الأوقات مكيف لكن من عرق لعب رياضة يمكن ساعات كثيرة بتبقى مجهود كبير بيبذلوه يخرجوا من التمرين على درجات حرارة عالية معرضين كمان للجلطات يعملوا ايه يعني ايه الانسب طريقة ليهم او اكلات ليهم عشان يتجنبوا لهم يتعرضوا لجلطات يعني اذا كنا في نية ان احنا نتضرب فنبعد عن الوقت الصعب اللي هو فيه درجة الحرارة عالية كويس لان ده بيبقى اجهاد واجهاد على صحة القلب نفسه وبيبقى فيه اجهاد حراري كمان فاذا هنا انا يعني يا اما الرياضة يبقى في الصباح الباكر يا اما بعد العصر على اساس يبقى فيه درجة حرارة افضل انه نقدر يعني يعني فيه تبريد ذاتي زي ما قلنا جوه جسم الانسان وده للشخص الطبيعي طيب رياضي وعمل اجهاد اكتر في درجة حرارة اعلى ما كده حصل يعني بيبقى فيه مشكلة اكبر على القلب زي ما قلنا درجات فيه ارتفاع فيه نبضات القلب نفسها بيبقى فيه ضغط الدم بيحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم كل ده بيبقى له تأثير مش كويس على صحة الانسان طيب واحنا بنتكلم عن التلج وحضرتك قلت انه هو خطر ان الناس تشرب مياه ساعة خصوصا لو جايين من درجة حرارة مرتفعة فيه بعض الناس بتدخل تاخد دش مياه ساعة سواء كانت مياه طبيعي او حتى بالتلج هل ده برضو خطر لا طبعا يعني بص حضرتك انا جاي من مشوار صعب وفيه درجة حرارة عالية ودرجة الحرارة دي كان لها تأثير على درجة الحرارة بتاعت الداخلية للجسم فانا ما اعملش يعني تصرف كده مفاجئ قد يؤدي الى مشكلة الرياضيين بيستخدموا التلج في علاج ارهاق العضلات بتاعتهم يعني بنشوف كتير قوي من الرياضيين بينزلوا في جاكوزي كده او حمام من التلج فعلا عشان يعالجوا بيه العضلات بتاعتهم من الاجهاد والله دي قصة تانية انما انما نتكلم على حد جاي من مشوار كويس وجاي في الساعة ثلاثة الظهر مثلا وحاسس ان الدماغي بتغلي مثلا وحطت مثلا جاي في حد التلج وحطتها لدماغي هم جاي عامل كده فده تصرف بممكن ينتج عنه مشاكل كبير جدا انه ممكن حتى للناس اللي هم الحساسين او الناس اللي هم عندهم اساسا بيعانوا من مشاكل في القلب او فيه تاريخ مرضي في العيلة كويس ليه مشاكل في القلب حصلت قبل كده فدول ننصح طبعا ان احنا نتجنب الحاجات المفاجئة فازل تجاهي سريعا جدا يا دكتور مين اكتر عرضة للاصابة بامراض القلب رجال ولا السيدات بص حضرتك حسب السن في يعني الرجال يا فندم اللي بيشوفوه الله الرجال طبعا اكتر من الستات لحد سن بعد كده الستات في 55 سنة بعد 55 بتتساوى الامور لكن الاهم بعيدا عن الرجالة والستات ان احنا نتجنب عوامل الخطورة عوامل الخطورة واولها التوتر الزيادة ازاي ان احنا نقدر يعني فعلا يعني انا بلاحظ دلوقتي ان الشباب بتوعنا حتى اصبح عندهم ردود افعال سريعة او مفاجأة جايز حركة تأييدني في الموضوع ده طبعا وغير مناسبة الموقف كمان وغير مناسبة الموقف والبنات بقت اكتر كمان يعني الرجالة يعني جايز بس ان بلاقي دلوقتي ان البنات اكتر من ايه من في التصرفات ديات ودي بلاح مردود مش كويس جدا على عضلة القلب الفرح الزيادة او او الحزن الزيادة ده له مشكلة على عضلة القلب جايز انتوا سمعتوا برضو في الايام اللي فاتت ان في شباب يعني جايز خمسة ستة في في الفترة اللي فاتت حتى اطباء شباب صغيرين الموت المفاجئ اللي حصل لهم ده بيخلينا ان احنا لابد ان احنا نرجع نشوف ايه الاسباب ديات ان احنا ننظم كل حاجة نتطمن على الوظائف الحيوية لنا على زي ما قلنا من ضغط وسكر وكلسترول وقد يكون السبب ارتفاع درجة الحرارة طبعا ارتفاع درجة الحرارة ديات مشكلة كبيرة جدا جدا بتزيد من العوامل الخطورة نفسها يعني ما حاجة ان احنا نعمل توازن ما بين كل حاجة ما بين الاكل ما بين ان احنا حتى التمرين ناخد بالنا كويس اوي احنا بنتمرن الساعة كام ما نفردش من اكلنا ليه الدهون والتيك اووي واكيد اكيد التدخين هو من اكتر الحاجات بتسبب خطورة كبيرة على امراض اصحاب امراض القلب والامراض المزمنة بشكل عام وحتى الناس اللي عندهم يعني صحتهم كده بومب زي ما بيقولوا اكيد يتجنبوا التدخين بالذات في فصل الصيف اللي بترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير وفي الشتاء شازلي عشان ما تزعلش شكرا لك دكتور خطبالي دكتور علاء الغبراوي استشاري القلب والاوعية الدموية كل شكرا لك يا فردنا مع نبودك شكرا لك